بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 1 اللي هو الانترودكشن من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 هنتكلم على بارت 2 وهو الخاص بـ فاونديشنز أنواع الأساسات اللي عندنا هم نوعين هي إما شال فاونديشنز أو أساسات ضحلة أو ساعات بيسموه أساسات سطحية والديب فاونديشنز أو الأساسات العميقة طيب إيه اللي بيتحكم لي في نوع الأساس هل هو شالو فاونديشنز أو ديب فاونديشن ده بيعتمد على العمق بتاع الأساس اللي بنحط فيه الفوتينج بتاعنا اللي هو الدي اف مع عرض الفوتينج نفسه اللي هو البي بمعنى إيه لو لقيت إن الدي اف ديت أقل من أو تساوي تلاتة بيه وفي ناس قالت أربعة بيه ما فيش مشكلة أو لقينا إن الدي اف ديت أصغر من تلاتة متر متر ونصف اتنين متر ففي الحالة دي الأساس بتاعي ده بيسموه إيه بيسموه شالو فاونديشنز أما لو حصل العكس لعني لقيت إن الدي اف بتاعتي بقت مالها أكبر من تلاتة متر أو الدي اف بتاعتي لقيتها أكبر من تلاتة بيه أو أربعة بيه يبقى دي بيسموها ديب فاونديشنز زي ما انت شايف ده أساس على عمق الدي اف بتاعتي هنا هو صغيرة أقل من تلاتة متر وكمان البي بتاعتي مع الدي اف زي ما اتفقنا في حدود التلاتة بيه ففي الحالة دي وده اسمه شالو فاونديشنز شالو فاونديشنز طبعا منهم أنواع كتير لو كلمنا عن سبريت فوتينج ده ممكن يبقى عليها بي وفي وام أما لو لقيت الدي بتاعتي أو الدي اف ديت بالمقارنة ببي ديت كبيرة جدا ده الدي اف أكبر من تلاتة بيه بمراحل ودي بنلجأ إليها لما بتبقى الطربة هنا مالها ضعيفة فدخلت للطربة الديب أو اللي هي الديب سايلز فده الأساس ده كله بيسموه الديب فاونديشنز الديب فاونديشنز ان شاء الله هندرسه في فاونديشنز انجينيرينج 2 أما الشالو فاونديشنز هو ده موضوعنا في الكورس ده طيب ايه أنواع الشالو فاونديشنز اللي عندنا عندنا في الاسوليتد فوتينج كلمة اسوليتد فوتينج يعني قواعد منفصلة يعني العمود بيبقى موجود تحت قعدة واحدة يعني العمود الواحد تحت قعدة واحدة وده أنواع منه كتير فيه منه السيركولار يعني الأساس نفسه دائري وده بيتعمل معظمه بيبقى فيه التانكس وده مش موضوعنا لكن هنتكلم احنا في الكورس بتاعنا عن الريكتانجل والسكوير ده الريكتانجل وده الايه السكوير امتى بعمل ده وامتى بعمل ده طبعا السكوير ده بتعمل لما يبقى العمود بتاعي مربع والريكتانجل لما يبقى العمود ماله لكن ده مش شرط بمعنى ايه مش شرط يعني أنا لو عندي أساس أو عمود مربع ممكن اعمله للظروف المحيطة أو conditions اللي حواليه ان انا اعمله مستطيل او لو كان عندي عمود مستطيل ممكن اعمله القاعدة مالها سكوير ودي هناخدها بالتفاصيل إن شاء الله النوع الثاني اللي هي strip footing كلمة strip footing يعني أساس شريطي وده نوعين برضا في عندنا strip footing with beam يعني فيها كامرات وفي strip footing without beam يعني بدون كامرات اللي احنا هندرسه في الكورس ده اللي هو without beam والwith beam هندرسه إن شاء الله في كورس foundation engineering 2 طبعا كلمة strip footing يعني ايه؟ يعني أنا عندي حيطة بالشكل ده حيطة دي ما يفعش عمل لها isolated footing فبنعمل لها أساس شريطي بالشكل ده بناخد منه شريحة واحد متر بنصميمها زي ما هنشوف في الكورس اللي جاي أو الكورس البرطات اللي جاي إن شاء الله الاواعد المشترقة اللي هي combined footing ودي في منها نوعين في rectangular اللي هي عبارة عن عمودين حصل تداخل في الاواعد isolated بتاعتهم فروح تعمل ايه؟ قاعدة واحدة تلموهم مع بعض بحيث إن السي جي بتاعها تكون في مين؟ في السي جي أو في محصلة الأحمال بتاعت الأعمدة وفي tropocidal نفس الفكرة بردك إن أهم حاجة إن المحصلة بتاعت الأعمدة دي تكون موجودة في السي جي بتاع الشكل وممكن نعمل rectangular لما يبقى عندي جار والمسافة بين العمود الداخلي والعمود الخارجي الصغيرة أقل منا أو تساوى مثلاً أربعة متر يبقى ممكن نعمل combined footing وهنعرفها بالتفاصيل إن شاء الله النوع اللي هندرسه بعد كده اللي هو strap beam أو strap footing ودي لما يبقى عندي جار وعندي عمود الداخلي بعيد شوية صعب إننا نعمل rectangle هيبقى فيه إهضار كتير للخرصانة فاحنا بنعمل لها strap footing أو أوعد الجار اللي هي أوعد الشددات وآخر نوع هندرسه في الكورس بتاعنا اللي هي raft foundations أو اللبشة أو الحصيرة ودي بتبقى ماسكة المبنى كله بتاعي عبارة عن قعدة فيها كل العمدان بتاعة المبنى ودي هنعرف ايه طرق الحل بتاعها وهناخد طريقة منهم بالتفصيل إن شاء الله شكرا